بابا وديني ألعب في البلايستيشن يا بابا ماشي يا حبيبي يلا انزل عشان نلعب مع بعض أما صورك صور حلوة بقى وانت بتلعب الولد ده عنده بابا وماما بيلعبوا معاه وفرخانين بيه وانا معنديش بابا وماما ومعنديش حد يلا يا حبيبي كفايا لعب كده ألعب جيم كمان يا بابا سيبوا يلعب جيم كمان ما تزعلوش وعملوا كل اللي هو عايز ألعبي حبيبي فين بابا وماما بتوعي يا ترى عايشين ولا ماتوا يلا اركب العربية يا حبيبي بابا الولد ده شاكله مسكين قوي ممكن أديله فلوس لا لا دول بيبقوا كذبين وعملين نفسهم شحاتين عشان يستعطفوا الناس اركب ما تديلوش حاجة يا بابا ده شاكله مسكين اركب العربية ما تخليش الناس دي تستعطفك اركب ليه كلهم فاكريني وحش كده انا لو عندي بابا وماما ما كنتش قعدت في الشارق اكيد كانوا هيحبوني زي وما انتم بتحبوا ابنكم كده ماما ماما دخليني محلل عايز كريم عايزة عايز كريم يا ماما تعلم ما اجيبلك العايز كريم اللي انتي عايزان يا شكرا يا ماما حتى البنت دي عندها ماما وانا ما عنديش ماما ازايك انا جبت لك التفاحة دي خدها ايه ده انت جيت هنا ازاي اصلا انا بيتي عريب من الشارق ده يلا خد التفاحة دي بقى عشان ارجع البيت قبل بابا وماما ما يلاقوني مش موجود هيدوروا علي ويمشي ورايا بقى عشان تعرف البيت ولو عايز حاجة بقى استنانيه في الشارق يلا بقى اخد التفاحة دي التفاحة عمو حلوة قوي رب يلا بقى عشان تعرف البيت وبقى كلها بعدين ايه اللي نزل ابن الشارق وايه اللي جاب الولد ده هنا ده البيت بتاعي لو محتاج اي حاجة بقى تبق تعالى من تحت الشباك وقل يا ادهم وانا هاجيبلك اكل وديك فلوس شكرا يا ادهم انت طيب قوي انت يا ولد ايه بابا انت بتضحك على ابني وتامشي وراه عشان عايز تاخد فلوسه انا لو شفتك هنا تاني هدخلك السجن امشي من هنا لا لا انا مش بعمل كده قلت لك امشي من هنا واقلا هتصل بالشرطة وانت متعاقب ومش هتخرج من البيت خالص النهاردة يا خبر ازاي الولد ده بيجري قدام العربية كده يلا ننزل نشوفه بسرعة يقدر مصيبة انت انت يا ابني انت يا حبيبي يا خبر ده مش بيرد خالص طب يلا ننقله المستشفى بسرعة قمنا يا دكتور على حالته الحمد لله بسيطة شوية جروح هتخف ان شاء الله ويبقى كويس بس المفروض تاخد بالكم وانتوا سايقين العربية احنا كنا وغدين بالنا وهو فجأة جيلي قدام العربية وكان بيعايت ومش واخد باله من الطريق على العموم هو هيفوق دلوقتي ويبقى كويس عايز بس شوية رعاية واهتمام هو هيحتاجه بعد اذنكم انا فيد ايه اللي جابني هنا وايه اللي حصل لي الحمد لله انت فقت انت كنت بتعايت ومش واخد بالك وجريت قدام العربية ايوة افتكرت انتوا خبطتوني بالعربية معلش يا حبيبي احنا قسفين ممكن تقول لنا بقى فين باباك ومامتك عشان اتصل بيهم انا ما عنديش بابا وماما انا عايش في الشارع وما عنديش اهل ولا عيلة ايه يا حرام ده انت مسكين قوي طيب ازاي ما عندكش اهل ايه رأيك يا عادل احنا ما عندناش اولاد ايه رأيك ناخدون ربيه ويبقى ابننا ويعيش معينا وانا موافق يا رانيا ايه ده انت هتاخدوني عيش معاكم بجد ايوة بجد ردكم حلوة قوي وكبير وجميل من دلوقت بقى انا هبقى ماما وانا كمان هبقى زي بابا حبيب يعني انا هيبقى عندي عيلة بابا وماما واخرج معاكم وتفسحوني ايوة هعمل لك كل اللي انت عايزه يلا تعال بقى عشان ترتاح في قطة هي دي بقى قطة كلا هتنام فيها يعني بعد ما كنت بنام في الشارع هيبقى عندي قوضة وسترير حلوة زي ده انا مش عارف اقول لكم ايه انتو طيبين قوي انتو احسن من بابا ادهم ومامتو مين ادهم ده ده واحد كنت عرفه بابا كان فاكر ان انا عايز ده اسرق ابنه واتحك عليه زعقلي وطردني من قدام البيت ما تزعلش احنا هنعوضك عن كل حاجة طيب يعني ممكن اروح اكل في مطعم وممكن العب بلايستيشن ايوة اول بس ما تخف وانشيل الحاجات بقى اللي في وشك دي هخرجك وفسحك انا متشكر قوي يلا ارتاح بقى وانا هجيب لك الاكل هنا في السرير بقول لك ايه يا عادل احنا عايزين نعمل له بقى الاوراق بتاعته وشهادة الميلاد عشان نقدر نقدم له في المدرسة طبعا طبعا كل الاجراءات دي انا هعملها من بقى عادل يلا يا عادل اسحى بقى عايزين النهاردة نخرج كريم ونفسحه حاضر يا رانيا انا صحيطة هو كريم يلا يا كريم اسحى النهاردة هنخرجك ونفسحك انا خلاص صحيطة هو دواني وابقى جاهز عايزت روح فين بقى يا كريم النفسي هروح على العبل بلايستيشن طيب تعالى بقى هنروح البلايستيشن وفسحك بوسها حلوة نهاردة المكان ده انا كان نفسي ادخله من زمان هقام مصورك بقى وانت بتلعب عشان اللحظات الحلوة دي هقدي ايه انا مبسوطة يا عادل بكريم شاغل وقت ومبسوطة بيه قوي وانا كمان حسيت انه ابني بجد شايف وهو بيلعب فرحان ازاي وانا بصوره يلا يا كريم كيفية بقى كده انت لعبت كتير طيب جيم واحد بس يا باب جيم واحد كمان ماشي يا حبيبي يلا انا مبسطة قوي شكرا يا باب انت ومام هتودوني فين بقى تاني هنروح النادي نتغدى هناك وتلعب شوية برضو بجد طيب يلا نركب العربية يلا اتحكوا بقى عشان الصورة تطلع حلوة يلا مرجحوني بقى وانا كمان هركب على المرجحة التانية جنبك ماما بابا انا هلعب هنا جنبكم ومش هروح بعيد طيب اطلب الاكل اللي انت عايزه الاول وبعد كده بقى روح الالعب اطلبولي انتو الاكل انا هاكل زيك هروح الالعب بقى ازاي انت مش فكرني ايه ده انت انا دورت كتير عليك بعد اما بابا طردك وكنت زعلان قوي بس ما لقيتكش بس قولي انت لابس كده ليه ودخلت هنا ازاي الناس طيبين قوي تبنوني وانا عايش معاهم دلوقت بحبهم قوي وبيعملوني زي ابنهم بيجيبولي كل حاجة وبيفسحوني بقدم اقول كده ايوة عشان هما ما عندهمش اولاد فاخدوني بقى يربوني عشان ابقى ابنهم وهيودوني المدرسة ويعملولي كل حاجة اخيرا بقى عندي عيلة بابا وماما بيحبوني طب كويس قوي يعني كده هقدر اشوفك في النادي في اي وقت ايوة يلا يا كريم تعالى الاكل جهب ازايك يا ماما انا جعان قوي حاضر يا حبيب هحضر الغداء سلام عليكم ازايك يا رانيا ايه مالك شكلك تعبان ليه كده مش عارفة يا عادل والله حاسة ان انا تعبانة من الصبح بس اكيد هبقى كويسة دلوقتي هحضر الغداء حالا لا لا غداء ايه احنا لازم نروح للدكتور عشان نتطمن عليك الحمد لله يا عادل شفت بقى ربنا كريم ازاي ان شاء الله بعد كم شهر هيبقى عندنا بيبي ولد او بنت يعني انا هيبقى عندي اخ او اخت ألعب معاه ايو يا حبيبي هيبقى عندك اخ او اخت بقى يعيط ويواقوى ويملع لنا البيت بس انتو كده ممكن ترجعوني الشارع تاني طح لا طبعا انت ليه بتقول كده احنا مش هنرجعك الشارع تاني ولا حاجة انت ابننا يا كريم لا طبعا يا كريم اكيد مش هنرجعك الشارع تاني ماما انا جعان روح دلوقتي يا كريم مش شايفني بنيم اختك يا ماما من دي طول النهار شايلها مش بتسبيها ابدا وبقيت مش بتهتم بي خالص كريم يعني ايه انت عايزني اهتم بيك واسبها هي لا يا ماما خلاص انا قاس اهتم بيها هي بس مياو مياو ايه ده ايه صدت القطة ده ازاي دخلت هنا مراح ادور عليها مياو مياو يا خبر دي في المطبخ يا دي المصيبة ايه مشي يا قطة اطلعي برا المطبخ اطلعي بس بس ايه ده دي قصرت ببرونة اللبن بتاعت يا را اختي يا خبر علي بقى اما جيب ببرونة اللبن انا حضرتها وستها تبرد شوي ايه ده ايه اللي قصر ببرونة اللبن كده انت اللي عملت كده يا كريم لا يا ماما ده كان في قطة في المطبخ هي اللي قصرتها وانا بحاولها الشهر انت اللي قصرتها انا عارفة ومتأكدة انت مش بتحب يا را اختك عشان انا شايلها بنيمها ومعملت لكش الاكل لا يا ماما خالص صدقيني انا ما عملتش كده القطة هي اللي وقعتها انا بحب اختي امشي على قطة فوق ومش عايز اشوف وشك دلوقتي خالص هي ليه بقت بتعملني كده بقت مهتمة باختي استغجرة وصيباني ماما ماما ايه يا كريم ده مش تاخد بالك كنت هتخبط اختك وانت بتجري لا يا ماما ما كنتش اخبطها انا شايفها اهو ايف جنبها عايز اوريكي صورة حلوة انا رسمتها يا ماما ومش عايز اشوف حاجة يلا روح دلوقتي خليني اخلص الغدر بابا بابا المس في المدرسة قالت لنا نرسم رسمة حلوة وانا رسمت صورتك انت وماما وانا واخت شوف يا بابا احنا وقتين جنب بعضي في الصورة ازاي ورسمتها حلوة والمس قالتلي جميلة شوفها كده يا بابا كريم امشي دلوقتي انا مش فاضي مش عايز اشوف صور ولا حاجة يلا روح طب يا بابا ارجوك شوفها بسرعة شوف رسمي حلو ولا لا كريم امشي من قدامي